هنتكلم دلوقتي بقى عن موضوع مهم برضو وهو أضرار الإفراط في تناول الحلويات أنا مش بفول ولا بسد نفسك ولا سمح الله بس أنا بقولكو أضرار الإفراط وهتسمعوا مني حالة ما فيش حاجة اسمها ممنوعة ما فيش حاجة ممنوعة إلا طبعا الناس اللي عندهم أسباب مرضية لكن مش هقولكو ممنوعة ناكل حلويات لا بس لازم نبقى عارفين أضرار الإفراط علشان أولا يكون استهلاكنا في حدود المعقول والمسموح وسانيا عشان ما نضرش نفسنا الحلويات بتسبب مبدئين كده زيادة كبيرة جدا في الوزن يعني كل 100 جرام كنافة مثلا أنا بتكلم عن الكنافة اللي هي الشرعية يعني كنافة اللي هي كنافة عادية مش بقى اللي محشية إيه وفيها إيه والحاجات لاختراعات الأخيرة دي لا أنا بتكلم عن الكنافة التقليدية كل 100 جرام فيها 400 سعر حراري ودي كمية كبيرة جدا كل 100 جرام مثلا قطايف بتوازي 330 سعر حراري طيب إيه أضرار بقى زيادة الحلويات دي أولا الحلويات المركبة زي الكنافة والأطايف والبزبوسة وكده بتؤدي إلى عصر الهضم أنا بقول لكم الحلويات المركبة ليه لأن مقارنة بالفواكه الأحدية دي في الفواكه حلوة كصر التناول الحلويات بعد ساعات الصيام بتعمل مشاكل كمان في الجلد حاجة غريبة أوه بتؤدي لضعف الجلد وزيادة حساسيته وبعد فترة كده أيام مش كتير ممكن تبدأوا تلاقوا تظهر حبوب على الجلد فأنا بتكلم في أثناء الصيام لأن احنا بنعرض الجسم زي بكل صدمة كده من الأضرار برضو أنها بتؤدي لارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل مفاجئ وده بيعمل ارتباك وظيفي لكل الأجهزة الحيوية في الجسم زي الجهاز الهضمي والجهاز العصبي وحتى الجهاز التنفسي طبعا زيادة الحلويات بتؤدي لتساوس الأثناء خلوا بالكم كمان أن معظم الحلويات زي ما لسه بقول لكم ما بتبقاش كده بسيطة لا ده بيضاف عليها حاجات تانية زي القشطة بقى والعسل والمش عارف ايه وحاجات كده فدي بتضاعف لقدر الله مخاطر الإفراط فيها أنا بقول له الإفراط وعلى فكرة الحلويات موجودة على مدار السنة يعني هي مش هتختفي بعد رمضان يعني فكمان يعني مش لازم التركيز عليها يا قوي كبير يكون في رمضان وأنا هنا بقصد بالحلويات على فكرة مش بس الكنافة والبسبوسة والأطايف والجل لا أنا بتكلم على أي حاجة فيها محتوى سكري كتير وعلى رأسها برضو مشروبات رمضان والمياه الغازية والعصائر وزي ما قلتلكم فيه بداء المفيدة اللي هي بقى السكريات الأوحدية أو الغير مركبة البسيط زي الفواكه بس الفواكه مش العصائر بس في حد يقولك ما أنا أخد عصير فك لا الفواكه شخصية صحيا المفروض ما نزودش عن 100 جرام في اليوم من الحلويات أو السكريات خلاص الأطفال ربع على طول الأطفال يبقى 25 جرام وخلوا بالكوا بقى من حاجة مهمة إن أطفالنا ممكن يكتسبوا عادات غذائية خاطئة بس بسبب حلويات رمضان يعني تكون دي البداية يعني يكونوا ماشيين كويس ونمط غذائهم حلو ومعتدل وكل حاجة يجي في رمضان يتعودوا أو يتعلموا يكلوا حلويات كتير وللعلم دي نقطة مهمة قوي الحلويات مش بتعود أي نقص بيحصل في الصيام لإنه في الصيام ما بيحصلش أي نقص في حاجة أصلا فاهمين قصدي؟ ما بيحصلش نقص عشان نعوضوا بالحلويات تمام؟ طيب ترجمة نانسي قنقر